اشتركوا في القناة والله ما اغالي لو ان حبت الشعير بدينار علي ان اعبده كما امرني وعليه ان يرزقني كما وعدني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون السر وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لما تنزل قول الله جل في علا على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع امة الصلاة يا جبريل تضيع امة الصلاة قال يا محمد يأتي اقوام من امتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلاة وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة ان لم يحافظ على الصلاة أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا امرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك ان الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك ان تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات؟ وهو بالأفق الأعلى؟ الدنافة تدلى؟ فكان قاب قوسين أو أدنى؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ أمره بخمسين صلاة؟ فلا زال يخفف عنك حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين خمس صلوات بأجر خمسين الصلاة نور كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لما تنزل قول الله جلت بعلاء على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلاوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال؟ وكيف يترب المجتمع على الفضيلة؟ إن لم يحافظ على الصلاوات أليست الصلاة؟ هي التي تنهان عن نعرف أصحاب شهادات لم يجدوا وظائف ولم يجدوا مرتبات ونعرف من لا يقرأ ولا يكتب أنعم الله عليهم وصب عليهم من البركات السر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرسطك جاء أحدهم إلى أحد الصالحين يشتك ارتفاع الأسعار والأثمان قال الصلاة فواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة؟ هي التي تنهانا عن الثواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله؟ فى جلح والله ما أغالى ولو أن حب الشعير فيديناب علي أم أعبده كما أمر عني وعليه أن يرزقني كما وعدني علي أن أعبده كما أمر وعليه أن يرزقني كما وعدني وما خلقت الجنة والنس إلا ليعبدون مارف منهم بالرزم وماعمر أن يُطعمون أثر、 وأمر أهلك بالصلاة شكرا